السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي داخل وخارج قد الوطن إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله الفيديو اليوم اللي سنطرق فيه بخصوص المتورط الرئيسي بتحريض الشاب المختل العقلي واللي رمق النين المشعلة على الموكب الملكي الطريق فقبل ما نبدأ فيصل الموضوع إخواني أخواتي كنتمنى أنكم تعملوا اللايك وكذلك البرتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بي ما هو جديد إخواني أخواتي الحموشي للدخل على الخط بخصوص هات الشخص واللي رمق النينة مشعلة على الموكب جلالة الملك وتطورات خطيرة للغاية فالمتورط الرئيسي بتحريض المختل العقلي دو 25 سنة مسمى اليعقوبي فبعد تدخل شخصي من طرف مدير الأمن على الخط ولتكلف بالتحقيق مع هذا الواقع للمختل العقلي نحن نتكلم إخواني أخواتي عن جهاز استخباراتي المغربية لا يمكن أن يخفى عنها شيء مغرب الأمن والأمان مغرب السلم والسلام فحسب بعض المعلومات إخواني أخواتي المتوفرة تبين بالدليل القاطع أن ما حدث ليس محاولة اغتيال فما وقع إخواني أخواتي هو رمق النينة حارقة أثناء مرور الموكب الملكي إخواني أخواتي فحسب بعض المعلومات المتوفرة تبين بالدليل القاطع أن ما حدث ليس محاولة اغتيال كما ادعت بعض القنوات خصوصا القنوات الإذاعية للجزائر فما وقع إخواني أخواتي هو رمق النينة حارقة أثناء مرور الموكب الملكي وأن شخص كان بصحبة هاتشاب المختل العقلي وكل شكوك تحوم حول أحد انفصاليين لوحدة ترابية وهاتش هو لخطير وخطير جدا إخواني أخواتي فشخص المختل العقلي وللآن جد المصحة العقلية والنفسية لتلقي العلاج فيما الأبحاث إخواني أخواتي فهي مازال جارية على قدم وصاق لمعرفة هذا الشخص اللي هو من فصاله الوحدة الترابية فبالمقابل شن خرجات دولة الجزائر وحولت أنها تحبك روايات كتقول بأن هناك احتجاج على وضعية لكي يعيشها المغرب لكن إخواني أخواتي لا شيء من هذا القبيل وإنما هناك يعني مؤامرة ضد الوحدة الترابية فصراحة لدى أمام هذه التطورات اللي هي خطيرة وبتعليمات ملكي سامية قر مدير العام معاقبة المتهاونين يعني في تأمين وسلامة الملك نصره الله وكل أجهزة اللي كان يعني ممثليها يعني في عين المكان يعني كما سيتم معاقبة كذلك السلطات المحلية اللي التي لم تنصب يعني ذلك الكاميرات والسؤال المطروح أين هم الصحفيين الهوات اللي كيكونوا عادة على طول طريق الموكب الملكي فالخطير في الأمر إخواتي يوجد بيننا في جميع المدن المغربي للأسف 30% لهم مختلون عقليا كيتجولوا في الشوارع بدون أن تتدخل السلطات أو وزارة دي الصحة يعني بعض أحيان كنشوفوا هاتشي يعني هناك خلل يعني في محاولة أنهم يرقبوا هاد المختلين العقليين لكننا دائما كنشوفهم كيتجولوا ويصلون ويجولون يعني بوحد الحرية التامة فإن الحالة الشخصية للإنسان وهناك إخوان إخواتي كنشوفوا بعض المختلين العقليين منهم من يضرب الناس أمام الملاء بدون تدخل لا أمن ولا وزارة الصحة وهذا خلل بين يعني بحد ذاته لا بد إخوان إخوتي من مراجعة هذا الشيء كامل لأنه الأمن والأمان دي الصحة المواطنين وكذلك الأمن المواطنين هي الأولى لا بد مراعاة يعني حياة دي المواطنين فشفنا الخطير هو استغلال يعني هاد الجزائر لهاد الصور وكذلك هاد الواقع دي الرمي قنينة لمشاعلة الطريق لحظة مورون موكب الملكي والإعلام الجزائري من الصباح كيقول أنه صراحة أنا حاول أنه نشاهد واحد القناة دي الجزائر وكيقوله سجل يا تاريخ ظهور أول راجل مروكي وسوف يعني تتكلم عنه كل وسائل إعلامية العالمية وإنها من علامات آخر الزمن أن يحدث هذا في المملكة المغربية فهنا فين كتشوفوا إخوان إخواتي الحقد دي هاد الدولة الجارة بخصوص هاد الواقعة ولتبين فيه ما بعد أنه واحد شخص اللي هو غير يعني فعلا رهو يعني مختل عقدي وهذه بشهادة الجيران شهادة العائلة دي صراحة توم كانوا في التحقيق وحاولوا أنه بيحثوا مع هاد العائلة هاد الشخص إخوان إخواتي اللي هو كان مريض نفساني مرض عقلي أكثر من أربع سنوات وكان كيتعارش فعلا في المصحة ابن سينة صراحة يعني هاد الشخص يعني يرى ما شيء أول مرة يعني لي كي شاهدوا أنه العائلة ديروا أنه كي لعب هاد الألعاب النارية فبعض معلومات كتقول أن العائلة دي هاد المختل العقلي لي فعلا اعتذرت للسلطات الأمنية لي ما وقع وهاد شيء كله إخوان إخواتي كتحملوا فعلا يعني الوزارة الصحة وزارة الصحة اللي عندها واحدة مسؤولية كبيرة عن جميع هاد المختلين العقليين اللي كي يجوبوا يعني في الشوارع المغربية فهذا الشي اللي يوقع ربما يقدر يوقع مرة أخرى بحكم أن هذا المختل العقلي معروف بالهوز يلو أنه كيلعب الألعاب النارية وهذا الشي اللي كان فعلا الجيران يعني أكدوا أنه سيد يعني مريض نفسه يعني سيد يعني فعلا هو داخل سقراسهم يعني ما كي أدي حتى شي حد لكن ما وقع يا أخوان إخواتي كان صدمة كبيرة وكبيرة جدا ربما هذا الشخص اللي يحاول أنه يحرض هذا المختل العقلي يعني اللي الآن مختفي على الأنظام لا بد من تحقيق والبحث لأن السلطات الأمنية إخوان إخواتي فعلا دخلت على الخط للكشف عن معلومات دقيقة بخصوص بعض المفصيلين اللي صراحة الآن اللي هو الآن يعني هرب ولا بد أنهم يكشفوا عن الهوية دياله فحرام على هذا الكراغل الجزائريين يعني فهذا الشاب يعني صراحة اللي هو غير ما شعرفوا إخوان إخواتي أنه أحمق فعلا ومعروف في الحي والآن يعني راه في المشتشفى الأمراض العقلية والنفسية لتلقي العلاجات ربما يبقى يعني داخل هذا المصحة تحت الحراسة لأنه يشكل خطر فعلا يشكل خطر في انتظار يعني العلاج التام من هذا الشخص لأنه كان من الأولى أنه ميخرش من هذا المصحة حتى يعني يتلقى العلاج الكامل فالعائلة إخوان إخواتي مرة أخرى إخوانا قدر نأكد لكم لأنه صراحة هم مازال مصدومين من هول هذا الواقع لأنه مكانش يظنوا أنه غير يقوم بهذا الفعل إخواني أخواتي فاحتلاء أطيل عليكم في هذا الفيديو نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد فهما تبقى رسولنا بالله يقدر لكم كذلك البرتاج دمتم في رعايت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة